هل ممكن المؤمن يفقد إيمانه؟ أبداً هذا المستحيل مستحيل أن يفقد المؤمن إيمانه لأننا نحن لسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لاقتناء النفس مش ممكن المؤمن يفقد إيمانه ليه؟ ليه مش ممكن المؤمن يفقد إيمانه أولاً؟ لأن الإيمان هو عطية من الله ولا بشطرتنا حبيب؟ بشطرتنا؟ لا آفاسوس 2 وعدد 8 بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد فالإيمان عطية من الله طيب ورأيكم الرب العظيم لما يدي عطية يخدها تاني حش لأن هباة الله ودعوته هي بلا ندام رومي 11 طيب وإحنا مدعوين من الله يا السلام العداد الجميلة اللي يعني بتورينا من نحية نعمة الله وتورينا أحسانه اللي اتجاه إلينا في رومي 8 28 و29 وللمدعوون حسب قصده فإن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة ممكن بالنسبة لي يا شفية طيب الدالو الوعد اللي شجعه أثناء سقوطه طبعا قالوا وأنت متى رجعت ثبت إخوتك شفاعة المسيح لأجلنا وجوده يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطايانا وجوده عن يمين العظم في الأعالي هو ضمان يحفظ مركز المؤمن ويحفظ الإيمان في قلب المؤمن